لا 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 ما فيه يمكن من الفكرة في المسلسل هذا شوي تعتبر نوعا ما جريئة ويمكن لقت أكيد استحسان الكثير وفي بعضهم عاد لازم في انتقادات تحوشج شوه الانتقادات اللي حاشتت يعني من خلال هذه الشخصية الانتقادات الوحيدة اللي أنا حصلتها هي أول أيام لأن ما كانوا فاهمين بالضبط القصة عبالهم من أنا ستج طالع كولد مفاهمين القصة بالضبط لأنه بالبداية تكون مواضحة بعدها شوي شوي تصير أوضح وأوضح خصوصاً في بعض الناس كانوا يعني بعض الناس ما شافوا المسلسل شافوا بس مقاطع فكانوا منصدوين إنه ليش هي اسباي وشذي بس بعدها يعني آخر الحلقات كان الكل مستانس وما كانت يشوف انتقادات الصراحة آخر الأيام بس ما كانوا انتقادات لهذه الدرجة لا أكيد هو انتقادات لابد منها ولكن في ناس مثل ما قلتين سوشال ميديا لما تنتشر مقاطع دكتور الناس تأتيب بهجوم هي معارفة الشي الزبدة يعني شنو الموضوع بالضبط وهو كان أول أيام رمضان وشذي فكان في أكثر من مسلسل فكانوا يشوفون شي مقاطع بعض يعني بعضهم يتابعون هالمسلسل هالمسلسل فما كانوا فاهمين بالضبط القصة عشان تري استشارتي أحد قبل لا تدشين في هذا الدور هلأ استشارتي شخص معين إنه ترى أنا عندي دور شوية مركب وكذا استشارت أمي وأهلي صراحة من المثلين أو شخص تشي أنتو ممكن تعفونا ما استشارت بس من أهلي وكذا وقرأت الدور وصراحة أنا ويد حبيتها وأحب الأدوار اللي ممكن تقدر تسميهم مركبة أحب الأدوار الغير والجريئة على قلتك لن يتكون غير مميزة إذا كان في جزء ثاني لهذا المسلسل وانتي دورتش أيضا نفس هذا الدور تأخذينه نفس الدور بالضبط؟ يعني مسلسل استكماله للفكرة لهذا المسلسل نوح العين جزء ثاني يعني مثلا طبعا أكيد ليش لا أصلا أنا شفت المشهد تواعه واني قلت بيصرفيني شتكت حق الأيام والله شكرا شكرا